الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل سامح شكري وزير الخارجية سافير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط تناولت المباحثات بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا وطالب شكري خلال اجتماعه مع ساترفيلد الولايات المتحدة والدول المانحة التي علقت تموي لها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنرواء بإلغاء قرارها وشدد شكري أيضا على ضرورة التزام الأطراف الدولية الهامة والمؤثرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل في دير البلح ورفحها مدينة غزة وخان يونس حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف أصفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين قالت إذاعة جيش الاحتلال أنه سحب اللواء الخامس احتياط من قطاع غزة وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه لم يعد هناك سوى لواء المظليين 646 من قوات الاحتياط الذي يقاتل في خان يونس جنوب قطاع غزة وقبل يومين أعلنت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أنه في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزة صحب جيش الاحتلال اللواءين 4 كرياتي و55 بعد انتهاء مهمتهما في القطاع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن حكومته تعمل على إنجاح مصار للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وأوضح نتنياهو أن حكومته لديها خطوط حمراء من بينها عدم إنهاء الحرب وعدم خروج الجيش من القطاع وأكد نتنياهو أن الجيش يعمل أيضا باستمرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس والضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربات ضد طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية وذلك بعد استهداف سفينة تجارية أمريكية بعدة صواريخ وفي واشنطن قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد خلال اجتماعا مع نظيره البريطاني جراند شابس إن شراكة المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الحوثيين أمر محوري وأكد الجانبان أن حرية الملاحة أمر أساسي بالنسبة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة اجتمع قادة كبار من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ثلاث مرات هذا الشهر في البحرين وقال لنات رويترز نقلا عن أربعة مصادر بينهم اثنان حضراء المحادثات أنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان حضراء ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر ومن الإمارات اجتماعات المنامة وقال أحد المشاركين في المحادثات إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه وأضاف المصدر أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار الأسابيع المقبلة اختتم معرض القاهر الدولي للكتاب أسبوعه الأول محققا حضورا جماهيريا كبيرا حيث وصل عدد زائره الأربعة نحو 394 و 433 ألف زائر ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لما يقرب من 2.5 مليون زائر هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية أعلن البنك المركزي المصري أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة بخصوص الصحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته وأوضح البنك المركزي أن الحد الأقصى اليومي لعمليات الصحب النقدي للأفراد والشركات 150 ألف جنيه مصري دون تغيير ترجمة نانسي قنقر